أزمة عطش خانقة يعاني منها سكان بلدية بنيرية في ولاية الشلف منذ سنوات ما اضطرهم إلى جلبها من مناطق مجاورة فضلا عن انعدام التهيئة بالطرقات وانتشار النفايات بالسوق اليومي الذي فرضه التجار الفوضويون في قلب البلدية عندها أول مشكلة للماء الماء كما رأيهم يقولون مواطنين عشرين وعشرين وبيتجي نص ساعة واربع ساعة الماء تحوش الغابة قاعدين استعرفوه بحر رالله يبارك بالصح يلحق للبنيرية مكش شركة المياه بعثتنا الفاتورات قالك تخلص الماء قالوا كل بلدية هي الليري ما زالت تموين المواطنين بالماء جابوا ليفاكتور قالك تخلص فورفي وعلى فورفي انه يلا يخلص فنخلص البلدية ما خللش الشركة الماء عندنا غير قاسينة الطرقان رحين فيها قاع القاز يحفر بطريق يخلوها كذا الكراس ما عندنا متحدر الماشي يا نشخ أنا هذا هو السكنتة أنا نسكنين البالول الجاج يذبحوا لي قدام الضع من جهته دعا رئيس البلدية السكان التحلي بالصبر إلى غاية تجديد الشبكات موجها في السياق ذاته انتقادات لاذعة إلى مؤسسة التطهير وأول مرة ونستفادنا بالغاز المواطنين الصبرو احنا باش نبدأوا عندنا كما يقلونا عندنا اللاديو باتدير اللاوبي بيبدأوا نلمان وكيمدون ما ندير تهيئة ومبعد نعودون نحفره قلنا نديره الشبكة كامل ومبعد نعود نديره للطريق بالطرق والطرطو اللاديو هي لا يدير الماء والبلدية تقاسي يبقى أمل سكان عاصمة بلدية بنايرية كبير في السلطات الولائية قصد التدخل للوقوف على جملة المشاكل والنقائص التي فرضتها الطابعة وثبتها المنتخبون القائمون على شؤون البلدية اشتركوا في القناة